موسيقى بدأ ببالش الحلقة معاكم وشوف خميس تغزل بحاله طبعاً عادة عم تطلع حاله وتغزل بحاله فيعني يعني ما بدأ لكم مساء الغزل مساء الغزل والغزل بالظبط مساء الخير ما كونش أغزل مظل نور مظلعين ضبطين الشعاراتي لا بتفرج على شعاراتي بقول والله اليوم ضبطين فعبشاني كحاكيت بس ما كدتش تاني شوف خميس أنت دائماً مرتب وداير بالك على حاله شكراً ما شاء الله عليك شكراً يعني بطلع لك تغزل بحالك شكراً على كل حال مساء الخير وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من صحتين وهنا تحياتنا للكم نهاية أسبوع السعيدة لكل قاعدين عم بحضرونا إن شاء الله يا رب هيك يكون يومكم بلش بطاقة حلوة طاقة إيجابية وإحنا إن شاء الله نقدر نزيد هاي الطاقة الإيجابية عليكم يعني كمان نستمدها منكم فتحياتنا للكم فتحياتي لكل السادة المشاهدين والمتابعين أينما كنتم من خلال شاشة التلفزيون أو عبر صفحات التواصل الاجتباعي نعم أهلا وسهلا بك شوف خميس ما هو صفاتنا لليوم اليوم الحقيقة نريد نروح شوي على مطبخ خميس الحقيقة أوكي وما بدي لأي اعتراضات لأنه كل واحد حر برأيه أنا اليوم بدي أعمل المسأعة بس بدي أضيف عليها رز يعني مسأعة العادية أوكي المنزلة خلينا نقول إحنا مسميها أو صنية البتنجا بس أنا بدي أضيف عليها الرز لنطبخ الرز المشغول ونضيفه فوقهم أنا بأعتقد أنه تركيبة الوصفة كثير طيبة بتكون قريبة كثير للمقلوبة بس بنككة اللبهار مختلف اللحمة إحنا اليوم مستخدمينها مفرومة مش صحيحة ما في هجاج ما في يعني إشي قريب للمقلوبة بس هي المسجعة بطعمتها الطيبة وبدسمتها والحقيقة اليوم الحلقة صارت أو هي مليئة بالدسم لأنه عنا كمان وصفتين فيهم حليب مكتف محلق فرح نعمل أكيد كمان إشي بلمشمش بهاي الأجواء الباردة بحلو ورح نعمل عصير بجوز عين الجمل مع الحليب المكتف يعني اليوم عنجد وصفات هيك عند مطمق خميس تقلعوا معنا وتتقبلوا الأفكار وما تنتقدوني تقولوا عملة المسقعة مع رز وإخوان المصريين يزعلوا مني هلا لا 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 هو هذا اجتهاد مني فأقرب وصف للموضوع هي المسقعة للمقادير الموجودة خلاص إحنا رح نكون معك بوصفاتك شف خميس وأكيد يعني اليوم أنا متأكدة أن كل حدا بحضرنا إلا ما في أشخاص بفضلوا يعملوا وصفة هي متعارف عليها بطريقة ولكن بعملوا إضافاتهم أو بحطوا عليها إشي تاني بعملوها بطريقة مختلفة أو حتى يمكن بعملوا وصفات من اختراعهم فأكيد اليوم رح يكونوا متقابليا كل إشي إحنا عم نعمله لأنه أنا متأكدة كل حدا ببيته عنده هاي الشغلة حتى موضوع ممكن نأخذه لموضوع إعادة تدوير الطعام يعني لو واحدة عملة المنزلة وزادت عندها كيف ممكن تطبقها بالطنجرة وتعمل الرز بالطريقة اللي إحنا رح نسويه المشخول نسلو وسلق ونحطه فوقهم وخلصت فأنت عم بتعيدي للوصفة تبعتك اللي زادت معك من قبل بيوم بطريقة جديدة وكمان رح تكون جدا مناسبة خلص اتفقنا إذا هيك شف خميس إذن رح نكون معاكم متل ما عودناكم دايما على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشن عمان تيفي أوفيشل أنا عم بكون على لايف عمان تيفي أوفيشل خليكم معنا أكيد بتعليقاتكم أكيد رح نطرح عليكم سؤال ولكن بعد الفاصل الثاني لأنه رح يكون تركيزه هلأ مع الشف خميس ووصفاته ورح نبلش أكيد بالوصفة الأولى يلا 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 صنعوا مساقعة البتنجان مع الأرز عندنا بصل مقطعة عندنا كمان حبتين بتنجان حبتين بطاطا حبتين بندورة حبتين فلفل حلو ملون نصف كيلو لحمة مفرومة أربع أكواب أرز بسمتي نصف كوب زيت نباتي معلقة كبيرة بابريكا حلوة معلقة صغيرة كمون وملح وفلفل أسود موسيقى تعليقاً على مخرجنا العزيز ماذا تعليق؟ ماذا تعليقاً؟ مساقعة؟ شكراً ليلل أو مساقعة انت هل نقاش؟ أو مساقع تفضل طيب شكراً ليلل كما نحن كدت طريقة التطبيق ستكون كثيراً سهلة أولاً سنبدأ بلحمتنا المفرومة المكس عجل وخروف سننزلها بطنجرة سخنة أريد أن أطلع الماء تبع اللحمة ونجعلها تنشف حسناً لنضيف الزيت ونبدأ نعمل طبقات المساقعة وهو البطنجان والبصل والفليفلي وكمان البطاطا سننزل لحمتنا ننظم اللحمة ونجعل السواء الموجودة التي لا نريدها تخرج حسناً حسناً صدمة اللحمة صدمة نعمل طريقات عمان تي في لماذا؟ تعرف ماذا؟ من تلفونك افتحي هكو 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 طيب عشان تعرف بس بيادة عمان تي في كتشين عفكرة ما عندي مشكلة من قالك؟ أنا اللي بحكي لها تعمل هذا الحقيقي هي لونها شوية عندها هيك بس خلص يا رب يا رب طيب هاي خلينا نفتح هيا عمان تي في كتشين من هون وهيا عمان تي في أوفيشل خلينا نشوف الفرق طيب بالزف خلينا نشوف احلى ايش الفرق انه اصلاً في تابلت ما هم بتحل الله احسن بالزبط طب عطيك تلفوني تحطي على اشتاني هون وهون بسير يا ريت تعطيني تلفونك انشاء لو سمحت اعطيني الفيس بوك طيب 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 رح اسلم على فايحا حسن تحياتنا لقليك بتقول مطبق بتنجان كمان منحكيها يسعد مساكم مساكي سعيد وكمان بدي اسلم على انشاء الله امورك منيحة بتقول اكيد تطلع خرافية الوصفة مكونات لا بقى مع بعض متشوقين للوصفات مشعشعين فنتا وخميس شكراً تمام اوكي يسعد مساكم كمان مرة عبلا بتقول وصفاتك بتجنن انا من محل من محبيها اظن قصدها بس بعملها منزلة بلا لحمة بس بنفس المقادير اوكي خلينا نجرّب نفتح هون لأنه هيفتح هون اوكي اوكي ايش احكي او لا تحكي خلصتي غروب الأمل هي نفسها إمهاني نعم إمهاني كيف حالك؟ إحنا كثير شتقنا لك على فكرة لماذا لم تقرأ إذن كثير؟ كنت أبعت ألف ألف حمد الله على سلام اشتقتلك كثير حبيبتي إمهاني لأنه أنا عن جد بفوت على عمان تيفي أوفشل شايف؟ بدي إنتي توجه تحية لمها يونس لا مها قصتها لأ بعدين هاي لا بس هلأ الهو لا هلأ هلأ متأكد عندك وقت؟ عندك وقت بدي نص ساعة لا وجهنا مستحية لا بدي نص ساعة بس وجهها تحية ماها بعدها ما فاتت تحضرنا هذا أول إشي وأكيد طبعاً أنا دائماً بوجه لها تحية وهي دائماً معانا على اللايف على فكرة يعني عشان تكون عارف ودائماً بقرأ تعليقاتها على فكرة أنا بس بذكرها في كل شيء هو بذكرني لي لأنه يجمع كان فيه تحديثات على تطبيق الإنسجرام عشان هيك كانت المسيجات الأخرى روح على التعديلات على الستنجز هلأ بذبط معك بفرجيك بالفاصل فما كان يوصلني المسيجات فبالآخر مبارح قدرت توصلني مسيج معها فتحياتي لإلها كثير أنا مبارح كنت مشغولة كمان يعني بعثت لها وبعدين ما قدرت أرد عليها ولكن أنا بدأ أقول لها تحياتي لإلك وأنا يعني بحبها كثير كثير وبحب كل المتابعين تابعونا أكيد عن جد أنا دائماً بأخذ منكم طاقة حلوة وبحب أقرأ تعليقات بس أنت تلاحظي أن كل المعاتبات توصلني أنا مدير مكتبك أنا كل يوم أعطي لها هكذا 2-3 سكرينشوت لأشياء وصلاني تخصتها يقوم بشعة مسيجات فبالآخر مبارح قلت لها أنا بدي راتب شهري وأعدل التابعي على الإنستغرام كمان أوكي شو رأيك بهذا الموضوع لا أشاهدت أحكي لك شغلي يعني هلأ فيحاء حسن يعني كاتبة إسمي كيف بنكتب على الفيسبوك فبتقدروا تشوفوا كيف مكتوب بالضبط آه ممتاز أنا بتقبل المسيجات بالعكس أنا كتير محب أتواصل معاكم أنا بمزح والله أكيد دائما أكيد طبعا بس إحنا هون منكمل بعض يعني لو حدا عنده ملاحظ عليه وراحة لفنتك أنا أكيد لا يوجد مشكلة بس الفكرة دائما إنه إحنا جد نحب نتواصل معاكم كتير بقد النظر إنها ممزح وبنحكي هلأ بس بالنهاية صدقوني إحنا كتير محب نتواصل معكم نحكي معكم نسمع أرائكم وبس طيب أنا عندي ميت اللحم نشفت بدي أضيف زيت النباتي على اللحمة تمام بدي أطبق الخضروات كلها فوق بعض أوك اتفقنا شف يلا يلا هلأ أنت عامل هلأ عنا هون ني الخضرة صح الخضرة هاي ني بالضبط والبندورة أوك البندورة بنفهم لأنها بسرعة بتستوي بس لكن سؤالي شف خميس نعم ضروري أنا اليوم ببيتي أقلي البتنجان والبطاطا ضروري جدا مو ضروري لازم أقليهم قبل بعد السؤال مهم ولازم أقليهم خلاص تمام والفليفلي عادي والباقي عادي بالضبط حيحطينا بصلاتنا أوك بعدين بندوراتنا تمام أوك بهذا الشكل نطبيقهم فوق البصلات نفذي زي عادي إنو عم نعمل صينية يا جماعة يا الله ضحكتني إمهاني يا شف خميس ما هلأ أكملت المسج تبعتها التعليق تبعها بتقولي كتير أرسلت وما كنت تقرأ إيلي حسستيني إني زي الأكلة المدية الصلاحية يا الله إمهاني بعيد الشر عنك حبيبة قلبي بعيد الشر بحبك كتير أنا طيب حطينا البصلات وقلت والبندوريا بالضبط تمام بعدين بدنا نضيف البطاطا والبتنجان لدينا كمية خضرة منيحة أوك لاحظوا إنو إحنا عم نطبيقها تطبيق لأنو بدنا نقلبها زي المقلوبة أوك ما لسه كندس بس الرز مش هنحط الرز مطبوخ هنعمل له مسلوق سوري يعني مطبوخ مسلوق مشخول أوك برافو عليك كيك صرت تحفظ المصطلحات هاي فيه بنت فيه عارضة أزياء لبنانية ما عرف يمكن بعرفوها عندها بنوتي هيك صغيرة كتير كتكوتة ففي إلها فيديو بتكون تحكي أنا مشخولة ببدل مشغولة بكل ما تحكي مشخول البنت اللي بتطبخ هي وبنتها صغيرة تكون تحطيها المكتب لا 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 هلأ كبرت البنوتي يعني صار صارت يمكن 11 سنة أو إشي زي هيك بس منو هي صغيرة كانت تكوت كتير وإلها فيديوهات حلوة ما برافو الحقيقة بس ما حب أشوف المهم الرز مشخول الرز مشخول أوك مشخول بإيش بس مش عارفة كثير الإنشخال صاير هو يا نظم إذن أخنا عليه بيض بيض رفعنا اللبل طيب بدنا نحط البتنجان هلأ أوك بتنجانات نعليهم أوكي أكيد عشان وقت البرنامج وكمان البطاطا مقلية أوكي اللي راح نعمله إنه إحنا هلأ بدنا نضيف كمان ماء ونضيف معجون البندورة مع الماء ومعجون البندورة مش موجود بالوصفة بس هذا إشي اختياري لكم تمام متفئين أوكي فالبتنجانات هون مأليين ومشكل لطيف صراحة مش أنا لأليهم جيبهم معي جاهزين للفندوق من عندي أوكي وجه تحية تحياتنا لإلهم عندي الشباب لا بأسر أوكي بنعمل هيك طيب شايف خميس نعم نستغل الفرصة وأنت عم بترتب البتنجانات والبطاطات والفليفلات والفلفلات نحن نوجه تحية طبعا لنوال فيومي متابعة البرنامج يعني شو بنا نقولكم اللويال اللويال على أكل طيبة من تحت إيديكي فكل سنة أنت سالميا نوال حبيبوك كل سنة أنت سالميا نوال حبيبوك كل سنة أنت سالميا نوال طيب إذا نلاحظ الآن أننا طبقنا الخضرة بالضبط مثل المقلوبة تمام كل الخضرة بالضبط مثل هذه طبقات كلها موجودة هنا اللي بدنا نعمله إنه بدنا نجيب شاف المي نحط في مقرة لحمة أو مي عادية نضيف عليهم معجون البندورة والإبهارات والملح والفلفل كيف ضايل على فاصلنا؟ لا ضايل يلا نطلع الفاصل بعد الفاصل فاصل صغير جاءنا من بعد هذا الفاصل وأكيد سنكمل معكم وصفاتنا ما بلش شاف خميس بطريقته الخاصة بالمساقعة مساقعة البنتجان مع الروز مع الروز بالضبط فرح نكمل معكم هذه الوصفة بس درجة أن أبهكم إنه اللي ما حضر حلقتنا من بدايتها بتقدروا إنكم تفوتوا على اليوتيوب بعد ما تخلص الحلقة وتنزل على اليوتيوب على قناتنا وكمان تقدرو تحضروها بعد ما يخلص اللايف على عمان تي في كتشن كل البرامج الطبخ موجودة يعني برنامج بهار ونار وبرنامج نصحتين وهنا تجدوا كل الوصفات موجودة من شفاتنا على عمان تي في كتشن إذا شاف خميس رح نرجع لك طيب نحن حكينا قبل الفاصل نعمل الماء ونضيف عليها معجون البندورة أوكي ونضيف الإبهارات اللي هم ببركة وكمون فقط أوكي والملح والفلفل والملح والفلفل بالضبط تمام أنت مجهزة سؤال بس أنا عندي سؤال صاير يقرأ أفكاري على فكري أنا عندي سؤال أتمنى ما ليقول ما رأيكم بالناس اللي بنمو اللي بنمو عن ناس يعني عداة فنتا ودانا الزعبي غيرت اسمها دانا زوجش هي صارت زعبي مبدئيا دانا وليفون ومين كمان ليفون ومين ليفون ووائل ليفون وفنتا ول 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 أنا وليفون من نم طيب شو رأيكم بالفكرة شوف طلعوني نمامع فكرة انت ودانا أعداتك انت ودانا لا على فكرة أعرف أننا ودانا أحضر مسلسل في مسلسل متابعين وانا وياها ولكن عندما يأتي عندي نحضر المسلسل نحضر حلقتين ثلاثة أربعة خمسة أدما معنا وقت بالزبط هاي تشبه مين هاي تشبه مين يولا كمين بنان علق على الموضوع هاي تشبه مين المسلسل أنت وبنان كنت تعمل هلا أنا وبنان كنا نحكي بس على فكرة هذه مناميمة كنا نشبه ممثلي لصبية نحن نمزح بس هذا الأشي موجود بمجتمعنا موجود بمحيطنا بأصحابنا في ناس عندهم بحبوا هذه الشغلة وأنا لم أحب هذا الموضوع الشباب صايرين نممين أكثر من البنات كمان لا 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 بلا لا والله لا أنت لا أنا ما بشوف فكرة ما تحكي على حالك أنا ما بشوف فكرة أن الشباب بنموا قد البنات مش بهاجم البنات مش كلهم أكيد هذه صفات تصفي أنت نفسك بي تنكر هذا الموضوع لكن لا أكده مظبوط لا مظبوط بس أنه اللي بدأ أحكي أنه في شعر على منخاري اللي بدأ أحكيه علي استنى شوي بدي أضيف المية مع الملح والفلفل أسود والبابريكا والكمون مع جون البندورة على الخضار اللي عملناه بالطنجرة مع اللحمة ونذهب إلى فنتا حسنا مبدئياً السؤال كان مفاجأة أنا سؤالي سوف نطرح عليكم الحلقة الجائعة على كل حال اللي بدأ أحكيه أنه أنا مش مع النميمة هلأ فيه شغلات لابد منها أنه ينحك فيها ولكن قدي ممكن إحنا أنه صنفها أنها نميمة يعني اليوم موقف دايقني من شخص معين قدي ممكن أصنفه نميمة يعني أحكي لك شغلة مثلاً عني أنا حدا من الناس إذا حكيت على حدا من ورا ظهره بأي إشي ما عندي أي مشكلة أن أحكيه قدامه يعني إذا صار موقف وتلاقيت أنا وهذا الشخص اللي حكيته عليه من وراه بحكيه قدامه بقول له أنا حكيته واحد تنين ثلاثة لأنه أنا شعوري واحد تنين ثلاثة فيريت نصلح الموضوع أعرف هذا الصفة عنك الحقيقة يعني هلأ ما دار تلت سنين سرنا أعرف نحن كنا نمزح من التخلص ما تضلك الدعية إنه موضوع جل وعفكرة أن هذه الصفة موجودة فيي وممكن هذا الحك يبزعل كثير من الناس بس أنا أكثر همي صراحة اللي بدي يزعل من كلامي إذا أنا عم بحكيه يزعل أنا ما بفرق ما ونفس الأشي الحكي اللي بحكي بوجهه ممكن بعدين أحكيه بدهره إذا بدي أحكيه وأقول له راح أحكي هذا الحكي بعد ما أحكي له أنه راح أحكي هذا الأشي بس هي كصفة هي من الصفات الكثير سيئة ببن أدمين لغة الانتقاد والتنمر لأنه هذا كل ياته بيجي تحت مبدأ النميمة لأنه أمرات تكون نميمة شغالية شفتوا شو صار تعالوا هذا الحكي أنا بشوفه كثير يعني صح فهذه عادة عن جد كثير كثير سيئة وعادة مش لطيفة أبدا وأنا أكيد تعديت بهذا السؤال لأنه أنا حبيت أطرح هذا الموضوع السؤال لك من أجده لحلقة الأربع الجاي ما فيش مشكل يعني هيك بتخمر هالموضوع أكيد بتخمروا بنتا صدقوني هيك رح يصير بحكونا في عندكم ناس بريموا بحبوا النميمة بس بدون أسماء لأنه فنتا بتحب تقرأ أسماء هيني حكتت لكم هلأ بدون أسماء وكمان بدنا تقولولنا بوقت لما أنتوا تحسوا حالكم حكيتوا على شخص معي يعني هل أنتوا مثلا بتعملوا مثل ما أنا وشوف خميس بنعمل يعني مستعدين إنكم تواجهوا شخص بهذا الكلام أو إنه هذا الحكي اللي بتحكو من ورا هذا الإنسان بتروحوا بتحكوه قدامه كمان وما بفرق معاكم يعني هي الفكرة هون إحنا لغينا النميمة بطلت نميمة لأنه إحنا حكينا شي مضايقنا وروحنا لما لو أي حدر وصل هذا الحكي كمان مش أنا رح أقول آه أنا حكيت واحد تنين ثلاثة وهدفي من الحكي اللي حكيته كذا عرفت عشان أنا برضو أبرر مش أبرر عشان أوضح لأنه هون ما بدي تبرير هون بدي أوضح للإنسان اللي قدامي سبب ليه أنا حكيت هذا الحكي لأنه إذا هذا الإنسان بهمني أنا اليوم بدي أصلح الأمور بيني وبينه يعني دائما إحنا بنحاول نلاقي حلول بينه وبين الناس المنحبهم شوفي إذا الإنسان ما بهمني هيني وصلت الفكرة بظل الإشي برجع للبني آدم حب إنه يعتذر حب إنه يوضح موقفه حب إنه أو حسبي زنب أو حسبي الغلط وهذا الإشي أكيد برجع له للتصرف اللي رح يجي من بعده مضبوط يمكن حكي اللي أنت حكيته عمقتي أكتر بالموضوع إنه وصلت للمرحلة العتاب يمكن نحكينا بهذا الموضوع وأنا معك فيه بس أنا كنت قاصد المبدأ السيء صراحة من الموضوع النميمة اللي مش إيجابية بدأ النميمة السلبية اللي بتزع الناس من دون من بعض هم مش عارفين تلاقي واحد يختلف عليك يبطل حكي لك مرحب مبرو من قدامك ليه لأنه كان فيه قاعدة مشارك فيها فسما حكي فأخذ منك موقف هاي الأشياء والسلبيات اللي موجودة بحياتنا نحن دائما نسلط الضوء بالمواضيع اللي بنحكي فيها بطريقة كوميديية نحكي مع بعض نتناقش تحكونا أرائكم نسمعكم نسمعونا حتى عن جد نبلش نحكي بهاي الأشياء الظاهرات المجتمعية اللي مش أبدا لطيفة نحن برنامج طب إخر نحن نظلم حفظين على هذا الموضوع بس بحب ندردش معكم بس لأنه إحنا في بيننا حوار وبناتنا دردشة منضيف هذا الطبع بس بس هيك شف خميس أصلا بيبعتوا بيسألوا وين سؤال الحلقة يعني هم بحبوا هذا الموضوع صرتوا عارفين صرتوا عارفين صح طب مين زي شف خميس ما بيحب النميمة وزي مين زي بنتا بتحب النميمة أنا ما بحب النميمة بمزح 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 طيب بس نقطة ما بدي أحكيها آخر نقطة بهذا الموضوع عشان نقرأ تعليقاتهم بس يبعتونا يسا إنت أظن ملاحظ الموضوع في حولينا ناس بيحكوا على الناس إذا تلاحظ أنا مش قريبة منهم أنا الإنسان بالنسبة للإنسان اللي عنده النميمة أو بيحكي على العالم من وراء ظهرهم بدون ما يكون عنده أي مشكلة وما بيواجه هذول الناس بالإشي اللي شافوا مثلا أو ما بيحكي هذا الإشي أو بيحب يعني يتشمت بشغلات موجودة عند العالم أنا ببعد عنهم لأنه هذا اللي حكي عن هذول الناس رح يحكي عليه بكرة أكيد وهذول الأشخاص يعني إن شاء الله يكبهديهم آمين وعداتهم الساعة بتركوها أوكي نرجع إلى مين نظرت الخضار اللي حنا حطينها على الغاز عشان الناس بحبوا الوصفات كتير وبيحبوا يحبوا 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 مواضيع جانبية فهلا رجعي لكم كمان مرة بس لل في ناسيك وناسيك بالضبط إيش أصدق لا مزبوط في ناسيك والله بحكوا هناك ناس بعتوني شاف انتو كتير بيت أوفره هو بس حكنا لكم وجهة نظرنا صح بطريقة أنه نعملنا كل شيء طبقات بدأنا باللحمة من دون زيت نزلنا الماء تباية اللحمة بعدين حطينا الزيت عليها زيت النباتي بعدين قطعنا البصل الشرائح حطينا على الوجه حطينا الخضروات كلهم من البتنجان وبطاطا وفلفل الحمرة والفلفل الحار وهذا الاختياري لما صارت تكونت عندي طبقات الخضار بعدين بوعاء جانبي حطينا الماء تستخدم مرأة لحمة أكيد حطينا فيها معجون البندور حطينا الكمون والبابريكا ملح وفلفل خفقناهم مع بعض حركناهم وضفتم فوق الخضراء إذا انتم لاحظين أننا استغلنا فترة النقاش التي كنا نحكي فيها أنا وفنتر لمدة خمس داعي حتى يتكون عندي كمية الماء الموجودة تغلي مع اللحمة والبهار يتوزع والتيست يتوزع عندي بكل الطنجرة هلأ هون صرت جاهز أني أنزل الرز الرز على جانب أنا طبخته بمي سخنة سألقناها لمدة تقريباً هلأ بدو سير له عشر دقيقة أو عشر دقيقة تقريباً مش أكثر بدي أنشله من هون وأضيفه وين؟ على الطنجرة تباتي ونغطيها بالغطايا اللي كانت جنبي ولي مش عارف مماخذها الصراحة فبدي من عندك بعد إذنك المصفايا اللون ها أورنج دعنا نشوفها هون أول مصفايا اللون ها أورنج لا هيها هون خلص مصفايا اللون ها أورنج أوكي خلص ليتها مين بداك؟ علي كان نفسي أسمعك في عنا توينز مصفايتين في عنا بدأ أشوف هاي أصغر ولا هاي ها هديك أصغر لعنا داك خلص طبعا علي إحنا كنا وعدين الناس اليوم بمفاجأة بس يعني لأنه مخرجنا مش قد كلامه وتراجع ما إحنا قلنا بس يا شف خميس نعم طيب ماشي خلص انت حور بحكي لهم اسمها بحط اسمك رقم تلفونك اليوم على ستوري خلص يحكم عام وكلي كل الناس ترن عليك حلقة السبت عن جد فيها مفاجأة المفروض كانت أنا مش عارش هال المفاجأة زي سؤال بنتا حيتخمر عن جد السبت حتكون المفاجأة أكيد رح تتخمر برضه إذا علي صدق طيب على كل حال رح أرجع للتعليقات وانت عم تحط الرز المشخول على الخضار واللحمة بدي أسلم على هدى تحياتنا لإلك هدى ونور الإمام تقول لك ما شاء الله يسلموا إديك يا شف خميس شكرا عنا نوال بتقولنا وإحنا منحبكم إحنا أكتر يا نوال علي أنت شابك على قناة تانية ام هيثم تحياتنا لإلك ام عادل مساكي سعيد حبيبتنا تقول الخميس أسخل وصفات من تحت إديك خصوصا البتنجان هي بتحبه بكل أشكاله شكرا وعنا مثال تحياتنا لإلك يا مثال تتمنى لإبن أخوك يا شف خميس النجاح والتفوق شكرا إن شاء الله شكرا إن شاء الله وتفرحوا قلوبكم فيه إن شاء الله نتمنى لكل طلاب التوجيه اليوم النجاح يا رب أنا عارف إنكم قاعدين على أعصابكم الله يوفقكم كلكم وتنولوا اللي بدكم إياه عن جد يا رب إن شاء الله كندا مساكي سعيد وعلي تحياتنا لإلك يا علي برضو بسلم علينا وبسلم عليك شف وبيحي الوالد والوالدة أبو حاتم أم حاتم تحياتنا لإلهم كمان نتمنى لطلاب التوجيه خصوصا أولاد إخوانه ليث وسارة النجاح إن شاء الله خيرية كمان تحياتنا لإلك دقيقة أكيد هيك بنعمل إحساس قوي بيقتل إذا ما عرفته أني أخذت بموضوع بهمك ما فيمة خيرية بس يمكن لأنه علاقتي على إشيء إحنا كنا نحكيه فاحكي لنا إياك مرة مهة تحياتنا لإلك يا مهة حبيبتي القلب مهة يونس عيد ميلادها بتقول ب13-12 إن شاء الله وقتها أكيد رح نعيد عليك ونسلم عليك كمان ونقول لك كمان العمر كله من هلأ ورنى إشحادة تحياتنا لإلك كمان بتقول هي ما بتحب النميمة بس بتصير مواقف مع الناس جد بتجبرك أنك تحكي عنهم بس برضو بيواجهوا بالحكية مظبوط طيب نطلع لفاصل مخرجنا في فاصل هلأ شو رأيك أنت مين؟ أعم بلا أعم بلا حكينا كثير على فكرة صح؟ يلا فاصل إذا شكرا يلا يعني من بعد هذا الفاصل ومكملين بوصفات اليوم مع الشاف خميس وصفات نهاية الأسبوع خلصنا مع الشاف خميس الطبق الأول وسوف نحكي عنه قليلاً وننتخل اللي بعد سوف أياش سوف ماذا؟ سوف نقلع إلى الوصفة الأخرى يلا عليها يلا المشمش والحليب المكثف لدينا بكات باسكوت قلبتين حليب مكثف كوب ونصف حليب بودرة نصف كوب نشا كوبين مشمش مقطع نصف لتر حليب من المراعي نصف لتر كريمة حلويات من المراعي ومعلقة كبيرة زبدة من المراعي يجب على الصفة المطبق أخذنا المقادير سوف أبدأ معك شف خميس خطي إيشتاني والمغادير اخفق يديك اليمين شمال خلصت على البسكتات يا جماعة اللي بنعمل فيهم الوصفة والله كلها أحب اللي أخذتها طالب عدن كانت مكسورة أنا كانت رح تكون أحسن لها في الوصفة أنا أخذ الحب المكسورة دائمًا هيك عملت معا مبارح ماشي الحب المكسورة أخذي أختها بصراحة كثير غريب هيك عليه شوفي أنا كنت أدور على لدي فينجر أنا كنت أدور على لدي فينجر ما هو هذا البسكوت؟ قال لي هذا البسكوت عليه مشمش قلت بس هو هذا المكسور آه أنا فكرت هيك فكرت تعرف السكر اللي بحرقوه شوفي شوفي طيب سريعا لدينا هنا الحليب المكثف نضعه داخل الطنجرة بعدين ننزل عليه الحليب البودرة ونضع كمان النشا والفانيلا تمام طبعا اليوم نستخدم أنا أول مرة أستخدم هيني حليب البودرة صراحة من؟ المراعي أحسنتي الحلو بحليب المراعي البودرة شوف خميس أنه هو يعني مش للأطفال بس يعني ممكن استخدامه لكن هو للكل ومدعم كتير بالفيتامينات مدعم بالمعادن بالكالسيوم فهو اليوم خيار الأنسب للي بحبوا استخدام حليب البودرة اليوم إحنا منعرف أنه في منتجات حليب بودرة مرات منتفاجأ فيها ولكن حليب المراعي صراحة لا يُعلى عليه مضبوط هلأ بدي أكمل بس الكوب ونصف أنا تقديري عارف كم يحط أوكي بعدين هنضيف عليهم النشا وبدي أضيف كمان البانيلا البودرة وبدي أحرك كل المكونات هون حتى يتجلسوا مع بعض علي مو حركة شو عمل ولا إشي جابيك وانتبتوك لي جابيك وانتبتوك لي أحسنتي علي أحسنت علي علي عليبنا دائما هاي الحركات الله يرضى لك هلأ بنطبخهم كلهم مع بعض مع الحليب المكثف المحلة حتى يصير قوامهم عندي شكله قريب كتير للبشامي اللي وإحنا عم نعمل فيه أوكي أوكي فهلأ بنحركهم مع بعض أوكي خدر عاقك شو الخميس شو بدي أسلم على صفاء صندوقه تحياتنا لإلك يا صفاء مسلم علينا بتقول أنا ما بحب النميمة عن الناس أبدا وكمان نوال بتقول أنا بواجه بحكي له إنه سامحني حكيت عنك هيك وهيك سواء إيجابي أو سلبي أنا بحب أحكي عن الأشخاص بدون ما يعرفون أنا ما بحب أحكي عن الأشخاص بدون ما يعرفون إلا إذا حكيت عنهم بإشي إيجابي أكيد وذكرتهم بالخير أما سلبي بحكيه وبكون صريحة فيه بدي أسلم على أم حمزة تحياتنا لإلك أم حمزة مضبوط أم حمزة هو هيك بيعمل فيه شف خميس للرز وروزين تحياتنا لإلك يسعد مساكي حبيبتنا وإحنا بنحبك كثير 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 وعلى مين أسلم؟ أم عمر تحيات لا أم عمر رنت عليكم تحياتنا لإلها والله في مرة بعتولي رقمها وعلى أساس أرنلها وراح الرقم للأسف أه للأسف برجع بحاول أخذ رقمها مرة تانية ماها يونس حبيبتنا وإحنا كمان نحبك كثير كثير تحياتنا لإلك يا سيهام أول مرة بشوف إسمك عفكرة يا سيهام بتقول ما عمر هفنت تذكرت إسمي ليش؟ والله ما بكون فيه سبب والله ما عندي إشي ضد أحد أو حيات والله والله عنجد بحكي بكون مو شايفته عنجد تحياتنا لإلك أكيد يا سيهام وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا أم يوسف تحياتنا لإلك منورين بوجودك كمان تحياتنا لكل اللي عم ببعته شاف خميس صار معك إشي بتحب تحياتنا أنا بدي أحط هلأ الفرش كريم وأحط طبعاً عم بستخدم كريمة الحلويات من المراعي بدي أحط كمان الحليب أوكي ونخفؤهم مع بعض وآخر إشيء رحضت لهم كمان الزبدة بعدين منحط عليهم المشمش أنا عفكرة كتير بحب هذا الحجم من الكريمة الحلويات يعني اليوم لما تكونوا يعني مش كتير في ناس بالبيت شخصين مثلاً أو شخص عايش بالبيت لما جعبالكم حلو حلو تلاقوا أبشن أنه علبة صغيرة تعملوا فيها الحلويات تبعدكم فأنا هاي بحبها كتير كريمة المراعي مزبوط معيك حق أصلاً دائماً الكواب المهياري طبعاً الحلويات ما بتكون ذنتها مرتبطة بكوب وكوبين وكذا لما بتفتح البكات فأنت صرتي مضطرة أنك تشتغلي فيه فهمتي عليه أو تعمل فيه أشياء فأنا بس بدي أحرقكم كلهم حتى القوام عندي جانس خد راح تكشف خميس أنا راح أروح تعليقات عمانتي فيكتشن فاطمة تحياتنا لإلك يا فاطمة بتمسي علينا أنا وياكتشف خميس وتسلم إيديك على الوصفات الطيبة بتقول لك أهلاً وسهلاً تحياتنا لإلك بتقولها ببيرتة لنوال هاي نوال الكل عم بعيد عليك يا حبيبة قلبي وفيحاك بتقول لان ما بكرههم للناس اللي بنموا ما بحب قعدتهم بالمرة صحيح ميا سمعك والله يا فيحاك زينا بتقول سلام عليكم صراحة هالأيام هاي الشباب صاروا ينموا على الناس أكتر من البنات صح كيف مع الغمزة هاي إما كيف طلعت الغمزة ما شفتها انت شف خميسة الحمد الله موجودة بس يعني أنا كنت مبسوط وبعبر عليه وأنت مش معي طلعت حط هذا عليك شف خميس ميسون حددين اشتياق 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 يا ميسون حددين وهلا عم بكتشف انك بتبعتي عامان تي في كتشن تحياتنا لإلك يا ميسون مساكي سعيد أكيد صديقتنا من شيكاغو بتحضرنا بوقت مختلف تماماً بس بتكون قاعدة وعم تحضرنا تحياتنا لإلك فيحاق كنا منستنى المفاجأة الله يسامحوا المخرج المخرج اشنا نسوي السبت السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله زينة بتقول لك وين المفاجأة يا شف علي خلص انت من عندك أنا بحكي علي وانتي كملي اقول لهم المخرج عبلة بتقول بتجنين وانتو التنين ثنائي رائع بحبكم شكرا نحن نحبك كمان تحياتنا لإلك نهاد أبو عيطية يا سعد مساكي حبيبتي القلب وفايز دبوبي مساك سعيد مساك جميل يا فايز تحياتنا لإلك مين كمان عندنا هون عشان انت القرر على عمان تي في تحياتنا لإلك يا فايز كمان مرة فعلي زبت لنا قلوب اوكي شف خميس حطيتها اوكي حطيت كمية معلقة كبيرة اوكي طيب هاي سلمنا على عمان تي في كتشن مبسوط؟ سلمتي مبسوط مرتاح اعدي لي اعدي لي اوكي شكرا هلأ شو رح نسوي بدي الزبدي هلأ يدوب معاهم الناشا اللي موجود هيخلي القوام يجمد شوي هنضيف عليهم المشمش المقطع اوكي مشمش فرش صح؟ بالزبط مقطع مش يجيبوا المجفف هلأ اللي فرش موجود صراحة اه لا يجيبوا المجفف ممكن نعملها بدراء ممكن دراء ممكن فرولة مشمش اللي انتو بتحبوه لان الخوخ مثلا هلأ الدراء كتير هلأ الخوخ موسمه كتير فيه خوخ مليان السوق هلأ فواكي الحية بس السوق شجراتنا كلها كمان شجرات الشارع هاد سؤال الحلقة الجاي مين بسرق هاد سؤال الجاي بدنا اسماء بدنا اسماء بدنا اسماء بنا نفضحهم البكلو شجرات الناس مين زي فنتا بسرق ومين زي خميس بدي اسلم بدي اسلم على عمتها لدانا زوقشت تحياتنا اكيد فدي اسلم عليها وصلني منها كيس خوخ بشهي وبجنن من الشجرة عندها انا مستني اروح ازورها قد مدانا بتحكي عن حديقتها ادي حلوة ادي عندها شجرة ادي عندها اشياء طيبة ترحيلها عشان شجر ولا عشان تسلم عليها انا عشانها انا بدي اسلم عليها منذ ما تبعت لي وليش تسلم عليها ببعض نايب تتابعنا دايما وبتحب تحضرنا واحنا كمان نحب هذا الاشي طيب علي ايش بدك بدي فاصل انا المزيع ونهي كتير بسرعة فكرة انا مش فاهم انا بحكي معنا التنين بايرو طيب اسمعوا بس قبل نطلع فاصل علي لا انا انا اسف سريعا بدي اجيب هذا الجاط اوكي كيف منغطس الليدي فينجر للترمس وننزل من هذا الخليط طبعا هاي لازم تبرد يا جماعة بدك تحط اول اشي من تحت بالزبط ونغطس البسكوتات في الحليب ونفردهم ونعملهم طبعا الحليب فاتر ولا عادي بارد اوه فاتر اوكي اوكي اذا هلأ بس نعمل هاي الخطوة رح نطلع لفاصل بنرجع مكون خلصنا هيا يلا يلا رجعنا على هالمنظر اللي بشاهي اللي عمله شوف خميس اسلام ايديك شوف بصراحة روعة عن جد روعة اللي عملته شوف خميس كنت شوف تعرف شو حسيت بدها صحة اذا تحيني اذا تُحينيه دخلي هون دخلي هون عاد تحكي من جوه هل Enzygwe راضي بتحكي لي انا صح هزي هاي لبن مطحيني هاي اه بدها بدها صح على شأن البتنجان يعني كمان موجود للنس بحب البتنجان طيب احنا تسكبنا وصفتنا الرئيسية اوكي هيها صارت هنا اسلاموا اذاك شرط عنا الوصفت اللي عابلها يا جماعة لكننا قمنا بها طبعات. قمنا بها طبعات وقمنا بها طبعات كما ترون. يجب أن تبرد أو تأكلها سخنة كما تفعل. لكن بالنسبة لجب أن تبرد وتضعها بصحون. سوف يأتيكم قوام التقطيع. حسنا. يحب أن يقوم بقالب دائري. يقوم بقالب جيز كيك. يمكن أن يقوم بقالبها. حسنا. نخرج في الحلقة الأخيرة. نخرج في الوصف الأخير. عصير جوز عين الجمل مع الحليب. كوب ونصف جوز عين الجمل. وعنا كمان كوب ونصف ماء. معلقة صغيرة قرفة. معلقة صغيرة فانيلا. علبة حليب مكتب محلق. وعلبة حليب محلق. وعلبة حليب محلق. من يحكي لهم؟ أنت لا تصدق بس تلقط على كتابي غلط. كتابي بس أكتب خميس كتابي. هذه خربطت خميس. حليب مبخر. حليب مبخر. آخر واحدة. آخر واحدة هي حليب مبخر. في قبلها مكتف محلق. طيب. نيجيلا شكرا. تفضل. طيب. نيجيلا الجوز. نستطيعها على مكتب مكتب بيكان. و ممكن نعملها بجوز. يجب نحمسهم بمقلاي من دون زيت. من دون زبدة. من دون شيء. بعدين عشان الزيت الموجود يطلع فيهم. لأنه في نسبة زيوت يطلع. بعدين منقعهم بمي. يطلعون عندي بهذا الشكل. نضعهم في الخلاط و نضربهم مع بعض. وضعهم عليهم باقي المكونات. ما مفقين. مفقين. نعم. ممتاز. الآن. بتشغيل المسيق. مصيق. بعدين نضيف الحليب المبخر بعدين نضيف الحليب المكثف كلياتهم أنت لم تشبهت من اللي كانوا بطنجرة لا، ليس ذلك، أنا لا أريدهم ولكن أتحدث لك لأنه لا تصبح جميلة لأنه هنا نحلي يجب أن يرفع حسناً بعدين، ما نفعل؟ نخلطهم نعم كم مرة؟ موسيقى يعني علي موسيقتك موسيقى تمام، إذن بعدين كساتنا نعم، حاضر، إذن هذه الوصفة صارت جاهزة صارت جاهزة وسريعة أنا اللي بيحب الحليب بصراحة بحس أنه رح تحبوها كثير بنعمل هيك سلام نجاة جوز هذه التفنونات اللي أنا بحبها موسيقى وبنعمل هيك يلا أنتي حطيلي شرائع حاضر شكراً حضر لك بخير أخذيهم لعندك دائرة، أنا لم أستطيع أن أصحبهم نعمل نعمل هيك وبنسكو بعصيرنا تمام بهذا الشكل نعم هذا الشكل حاولي ماذا؟ نجيبهم لأرض الكسات ماذا نعمل؟ نجيبهم من الأرض نجيبهم من الأرض كيف يعني؟ هلأ ترى كيف رح تفهمي علي أكيد حسناً لو سمحت أتحرك وآتح نعمل على صعب أحكراً وضع هياً من الأجهاء هناك جهة لا تزبط الجهة لا تزبط لا تزبط متأكد علي أنا أخذ الكس الأخيرة لا نفسك بلد لا نحن بلد نعمل سأكد أهلاً أعذية تمام عصير نذكر من وصفات موضوعها صبيها. عملنا اليوم ثلاث وصفات. وصفتنا الرئيسية كانت المساقة. إحنا حولناها وقدمناها مع الرز بشكل كثير يعني خلينا أقول للناس اللي بحب الرز رح ينبسطوا عليها كثير طعمتها كثير طيبة مميزة بكمية الخضرة اللي موجود فيها. وقدمناها أكيد مع الرز البسمتي. وصفتنا الثانية. حلو خلينا أحكي الحليب المكثف مع المشمش المشمش هلأ موجود بالسوق. طبخنا الحليب البودرة من المراعي مع الحليب المكثف أضفنا عليه النشا أضفنا عليه كمان البانيلة السائلة. بعدين بعد ما طبخناهم صاروا قوامهم ماسك يعني. أضفنا عليهم الكريمة والحليب من المراعي والزبدة كمان وحركناهم مع بعض صار القوام عندي جاهز. غطصنا البسكوتات بالحليب وعملناهم طبقات وأخيرا عملنا كمان عصير جوز عين الجمل مع الحليب المبخر. وصفات اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم. نلتقي معكم إن شاء الله بحلقة جديدة يوم السبت. سراحة روعة عشف خميس أبدعت. عم جد يسلم أدك على هذه الوصفات. وأكيد نحن ننهي حلقتنا عشف خميس ومعاكم نعلكم نهاية أسبوع سعيدة لكم إن شاء الله. وبالنجاح والتوفيق لكل طلاب التوجيه اليوم إن شاء الله. وأكيد نحن نراك بحلقة السبت شف خميس وأنا نراك بحلقة الأربعة. إن شاء الله. بي بي. 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 صديat. بي. اشتركوا في القناة